احمد بن حنبل هو احمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي امام اهل السنة والجماعة والصابر في المحنة المحدث الفقيه صاحب المذهب وصاحب المسند المشهور قال علي بن المديني ايد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما ابو بكر الصديق يوم الردة واحمد بن حنبل في يوم المحنة ومن مصنفاته ايضا الرد على الجهمية والزنادق والزهد والعلل ومعرفة الرجال وفضائل الصحابة وغيرها توفي رحمه الله سنة احدى واربعين ومئتين من الهجرة اشتركوا في القناة